حياكم الله والبداية مع توقعات النمو والاقتصادي حيث خفضها على صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة منذ بداية هذا العام نتيجة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا بالإضافة لارتفاع في التضخم لمستويات غير مسبوقة الصندوق توقع في أحدث تقرير له تراجع النمو إلى 23% مقارنة بنحو 4.5% تقريبا في بداية هذا العام رفع الصندوق من توقعاته للتضخم عالميا إلى ثمانية وثلاثة أعشار في المئة الصندوق عزى تخفيض التوقعات توقعات النمو إلى التباطئ في كبريات الاقتصادات العالمية وتوقع نمو الاقتصاد الصيني بثلاثة وثلاثة أعشار في المئة هذا النمو هو الأبطأ منذ أربعة عقود باستثناء فترة جائحة كورونا كما توقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي باثنين وثلاثة أعشار في المئة أما أوروبا فتوقع لها نموا باثنين وستة أعشار في المئة وربما تكون هذه النسبة مثارة إعادة النظر فيها بسبب ما نراه حاليا من مشكلات في موضوع الطاقة والتضخم تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياط الفدرالي الأمريكي والمتوقع يرفع فيه أسعار الفائدة لكن هذا القرار قد تكون له تداعيات على نمو الاقتصاد الأمريكي والعالمية الذي يواجه صعوبات أصلا نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا والتعافي الهش من جائحة كورونا هل يمكن أن تفضي الزيادات الجديدة المنتظرة في أسعار الفائدة الأمريكية لدخول اقتصاد الولايات المتحدة في دوامة ركود؟ خلال الربع الأول من العام الجارين كمشى الاقتصاد الأمريكي بواحد وستة عشر في المئة وهو ما فاق التوقعات وجه الانكماش بعد أن سجل الاقتصاد أعلى معدل تضخم في أربعين عاما جيرون باول رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي قر بأن زيادات الفائدة ستبتئ وطيرة نمو الاقتصاد لكنه قال إن الخطر الأكبر يتمثل في القفزة القياسية في معدل التضخم ومن ثم يتعين زيادة أسعار الفائدة يتوقع أن ترفع الفائدة مجددا بمقدار 75 نقطة أساس بنهاية اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة هذا الأسبوع جامعة إيتون في ولاية بنسلبينيا الأمريكية كشفت أن الاحتياطية الفدرالية يود تحقيق ما وصفته بهبوط اقتصادي ناعم مع السعي لتفادي الانكماش وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلين نفسها لم تستبعد تماما وقوع الركود وركود الاقتصادي هو نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة خلال ربوعين متتاليين أي لمدة ستة أشهر مصرف جيبي مورغين حذر بأن الاقتصاد الأمريكي بات على حفة الركود وأن أحد أسبابه ضعف الطلب على السلع الاستهلاكية أكثر من ذلك توقع الاحتياطي الفدرالي في أطلنطان خفاضا بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربوع الثاني من العام الجاري صحيفة الغاردين البريطانية قالت أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية قد تقضي على أي فرصة للتعافي الاقتصادي العالمي وحذرت بأن زيادة المقبلة قد تصل إلى نقطة مئوية كاملة كما أن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العمولات الأخرى ومن ثم ستصبح السلع والمواد الخام المسعارة بالدولار من بينها النفط أغلب كثير الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعال المستوردات ومن ثم التضخم وهو ما سيفضي إلى ركود تضخمي في العالم لكن في المقابل استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة التوقعات بركود اقتصاد بلاده مستشهدا بمؤشرات اقتصادية منها التراجع الحاد في معدلة البطالة كما قال إن الاقتصاد الأمريكي في وضع أقوى مقارنة بالاقتصادات الأخرى على صعيد مواجهة معدلة التضخم إلى ليبيا حيث تجاوز إنتاج النفط حاجز المليون برميل يوميا بعد رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الصادرات وتوصل الاتفاق مع قادة القبائل والمحتجين كان الانتاج قد تراجع قبل الاتفاق لنحو 560 ألف برميل يوميا فقط يذكروا أن انتاج ليبيا من النفط هبط خلال الشهور الأخيرة بنحو 50% نتيجة الصراع على السلطة وضعف بنية القطاع النفطي نتيجة قلة الاستثمارات تستهدف مؤسسة النفط الوطني رفع الانتاج إلى مليون ومئتي ألف برميل يوميا بحلول الشهر المقبل ألغت شركة لفتانزا أكثر من ألف رحلة قبيل يوم من إضراب مقرر لموظفي الخدمات الأرضية شمل الإلغاء رحلات في مطارات فرانكفورت وميونيخ ونبهت الشركة إلى أن الاضطراب في مواعيد الرحلات قد يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل وقالت لفتانزا أن أكثر من 130 ألف راكب تضرروا نتيجة إلغاء رحلاتهم أنه يطالب العاملون المضربون بزيادة تصل لنحو 10% في الوجور إلى هنا أخبار الاقتصاد في أمان الله